بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة نوح ووصلنا إلى خواتيم السورة وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن قول الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة وتكلمنا عن الآية وبقيته ممكن الكلام عن كلمة ديار لم يسعفنا الوقت أن نتكلم عنها واليوم نكمل ما تبقى من تلك الآية ثم نكمل خواتيم سورة نوح بعون الله تعالى دعا نوح عليه السلام على قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة والمقصود بديار قالوا هو أصله كما قال الطبريق قال هو من الدوران أي من يذهب ويجيء في الدار والمراد من ذلك كما ذهب الفراء والزجاج قالوا أنه هذه يعني لفظة تطلق للنفي يرعد بها النفي أي لا تستعمل في الإثبات كما قال ابن قتيبة أيضا وهنا لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارة أي لا تبقي منهم أحدا وقال الضحاك يعني لا تبقي منهم أحدا ومنهم ديار أي لا تبقي منهم صاحب دار أو لا تبقي منهم ساكنة دار كله على هذا المعنى كما ذكر ذلك يعني كثير من علماء السلف قالوا كلها على معنى النفي حتى أنه قال ابن عشور قالوا قال أنه وصلت يعني الفاظ النفي التي تشابه لفظة ديار كما يعني يقولون لم يبقى فيها نافخ ضرمة ولم يبقى فيها صافر ولم يبقى فيها ديار ولم يبقى فيها أحد وغير ذلك قال أوصلها صاحب إصلاح المنطق ابن السكيت إلى 25 لفظة وأوصلها ابن مالك في المسالك إلى 38 لفظة جاءت كلها على معنى يعني النفي ولا تستعمل في الإثبات أي سأل الله سبحانه وتعالى لا تبقي منهم أحدا قال إنك انتذرهم يضل عبادك كأنه نوح عليه السلام يعني هذه الدعوة كأنه يعتذر لنفسه لماذا طلب من الله هذه الدعوة العظيمة الشديدة على أهل الأرض على من قال على أن الإغراق كان على الأرض جميعا وهو تقريبا ظاهر القرآن وتقريبا هو أغلب أقوال أهل التفسير على أنه كان لظاهر يعني لجميع الأرض وهذا ظاهر القرآن وتوعدنا أن نتكلم ونفصل في هذه المسألة إن شاء الله إذا تكلمنا في سورة هود عن الطوفان نعم قال إنك انتذرهم يضل عبادك أي كأنه يعتذر يقول يا رب أنت إذا أتيتهم أموالا وأولادا وذريتا وجاها وقوة وأعطيتهم كل هذه الأشياء فما يكون منهم إلا أنه يكون لهم المكر الكبار الذي يظل به عبادك ويقف في طريق الدعوة قال إنك انتذرهم يضل عبادك الضلال حقيقة والهداية هو من الله ولكن هناك يعني من الهادي هو الله لا شك قطعا الهداية والظلال من الله لكن العبد قد يسلك سبل الهداية ويسلك سبل الضلال ويأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الهداية ويأتي الخذلاء من الله في إضلال العبد فهنا قال يضل عبادك أي يحاولوا بما لديهم من من نعمك يا رب التي أعطيتها لهم كما قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك أي أنه أنت يا رب أعطيتها فرعون وقوموا هذه الأموال فما استعملوا إلا في الإضلال عن سبيلك والوقوف في وجه دعوة نبيك فكذلك نوح عليه السلام كأنه يقول يا رب أنت بما أعطيتهم من هذه النعم فما شكروا نعمتك إنما استعملوا نعمك في أن يضلوا العباد ويخرجوهم عن طريق الصواب إنك انتظرهم أي تتركهم على ما هم عليه يضلوا عبادك لأن أصل الناس هم على الإيمان ما قال يضلوا عبيدك قال عبادك لماذا؟ لأن كل مولود يولد على الفطرة كل مولود فيه فطرة الإيمان فأبواه يهوداني أو نصراني أو يمجساني كما أرد في الحديث الصحيح أي كأنهم يا رب العبادهم على الفطرة لكن هؤلاء ومن بعده ومن بعده جاء أيضا شنقيطي وابن عاشور قالوا على أنه الفاجر الفاجر هو الفجور هو كل عمل شديد في السوء والفساد فهذا يكون فجورا ومنه الفجر على معنى الانشقاق يعني شق الفجر إذا كأنه شق الظلام وفانفجرت من 12 عينا أي خرجت بقوة فالفجور هو كل عمل شديد يراد به الفساد وإخراج الشي عن طبيعته وكفار قالوا هو من الكفر مبالغة في الكفر أي أنه يعني سيكون مبالغا في كفرك أو كفر نعمتك أو كفر نبيك وهنا قالوا كأن الفاجر يراد به عمل الجوارح والكفر يراد به عمل القلب وكأن الله جمع عليهم أو أن نوح عليه السلام جمع عليهم وصفان وصف سوء العمل وسوء الاعتقاد فلا يلد إلا فاجرا كفارا القاسمي له إشارة لطيفة يقول أن نوح عليه السلام غضب من قومه ويئس منهم وهذه الحالات حالات بشرية ترد على الأنبياء كما قال تعالى حتى إذا استيئس الرسل فيئس من قومه ويئس من إيمانهم ألف سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الإيمان ولم يؤمن منهم أحد فكان الأمر شديد على نوح عليه السلام فكأنه قال يا رب إن البذرة الخبيثة والنفس الخبيثة التي تتوالت في هيئاتها المظلمة لا يخرج منها إلا نفس خبيثة فإن البذرة لا تنبت أو لا تنبت إلا من صنفها فلا يمكن أن تزرع أن تحنضل وتخرج لك بطيخ أو برتقال لابد أن الحنضل يخرج حنضلا كأنه يعني نوح عليه السلام كأنه قال هذا الأمر أنه لما كانت لما كان فساد آبائهم وأجدادهم سيكون فسادا لأولادهم ربما البعض يقول أن هذا أمر غيبي فكيف جاز لنوح عليه السلام أن يتكلم عن أمر أو عن ذرية ستأتي في المستقبل لا علم له بها كيف وصفهم بالفجور ووصفهم بالكفر قال الإمام الرازي قال إنما قال نوح عليه السلام ذلك بالنص والاستقرار أما النص يعني على ماذا اعتمد نوح عليه السلام اعتمد على نص واعتمد على استقراء فأما النص لأن الله أخبره بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعلم أنه لا إيمان يرتجى منهم ولا من ذرياتهم لأن الله لو علم أن من ذرياتهم من سيؤمن ربما أن الله سبحانه وتعالى ولا نشتري على الله أن نقول هكذا لكن هذا على بات ثهمنا الوسيط نقول لعل الله سبحانه وتعالى أبقاهم حتى يخرج من أصلابهم من كان مؤمنا لكن لما كان علم الله سابق وقدر الله سابق والله غالب على أمره علم أنه لا إيمان من هؤلاء القوم وأنه لن يؤمن منهم أحد بعد لذلك أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعلم نوح أنه بالنص من الله أنه لا إيمان من القوم أما الاستقراء فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ما رأى منهم إلا العناد والكفر وما رأى منهم أنهم ما كانوا قضية القضية يحتاجون إلى تعليم يعني النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ أنه لما ذهب إلى الطائف وفعلت معه ثقيف ما فعلت وخرج من الطائف وقد أدميت قدماه عليه الصلاة والسلام وأوذي كثيرا وجاءوا ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام لا عصى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وكان يقول اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون سيدنا نوح يعلم أن قومه كانوا يعلمون ومع ذلك كانوا كفر عناد وطغيان ولذلك وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأطغى كما قال في سورة النجم إذن كفر قوم نوح كان عن علم وعن عناد أما كفر قوم النبي عليه الصلاة والسلام كان عن عدم العلم ولذلك بالاستقراء النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن كثير من صناديد قريش ومن أكابر القوم لما علم ولما عرض عليه الدين عرضا صحيحا آمن كعمر رضي الله تعالى عنه وغيره من يعني رجالات قريش وكبرائهم لما عرض عليهم الإيمان آمنوا فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن عناد قومه لم يكن لأجل العناد بقدر بقدر ما هو قضية أنهم لم يعلموا لأجل أنهم أرادوا أن يتعلموا لذلك قال اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون أما نوح عليه الصلاة والسلام فهذه المدة الطويلة نجده أنه ما أمن به أحد ولم يؤمن بدعوته أحد إلا قليل كما قال تعالى وما أمن معه إلا قليل يعني ما أمن من قومه إلا قليل وهم ثمانون رجلا كما سنتكلم إن شاء الله عنها نعم فنوح عليه السلام من خلال الاستقراء علم أن قومه لن يؤمنوا ولذلك الشنقيطي يقول والناظر إلى دعوة نوح ومن آمن به ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن به وراء المدة علم ذلك الفارق يعني لاحظ أن نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عام أولاده وأولاد أولاده وزوجاتهم هم الذين آمنوا وبعض القوم القليل منهم كما قالوا وكما قال ابن كثير وهذا أكثر أهل التفسير عليه أكثر أهل التفسير على أنه الذين آمنوا مع نوح ثمانين شخص اللي عبر الله عنهم به وما آمن معه إلا قليل أما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه بقي ثلاثة وعشرين سنة ولكن دخل الناس في دين الله أفواجة كما أخبر الله سبحانه وتعالى فالناظر إلى هذا يعلم الفارق بين الدعوتين إذن دعوة نوح عليه السلام ما جاءت إلا عن طريق النص من الله والاستقراء من حال القوم الذين عايشهم وكان معهم هذه المدة الطويلة قال وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا أي لن يتناسل منهم إلا من كان على شكلتهم إما أن يكون فاجرا وكفار في علمك يا رب أو فاجرا كفار في من يلد منهم إما على المستقبل ما تعلمه الله عنهم أنت أو على ما أرى أنا من ذرياتهم الموجودة نعم في ذلك الوقت ثم ختم نوح عليه السلام بالدعاء بعد أن دعا على الكاثرين ودعا عليهم بدعوتين الدعوة الأولى في قضية أنه قال رب لا تذر على أرض من الكاثرين ديارة دعا عليهم بالإهلاك وهنا دعا للمؤمنين أيضا فلما استجاب الله له دعوته في إهلاك الكاثرين علمنا أنه أن الله سيستجيب دعوته في الدعاء للمؤمنين قال رب اغثر لي وهذا الأصل أن الإنسان يدعو لنفسه قال رب اغثر لي ولوالديا ولوالديا وهذه قراءة الجمهور وقراءة بن جبير لوالدي لوالدي وفي قراءة لي سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما قال لولديا يعني قراءة لوالديا وقراءة لوالديا وقراءة لوالدي هذه القراءة الموجودة ومنهم من قال على أنه كما ذكر ذلك أبو السعود قال على أنه فيما يروى أن ساما كان هو النبي بعد نوح عليه السلام أي لولدي سام وحام نعم على من قال بهذه القراءة نعم قال رب الفلي ولوالدي ورد عن ابن عباس قال لم يكن بين آدم بين نوح وبين آدم أب كافر كلهم كانوا على الإيمان وكذلك هذا مروي أيضا عن ابن جبير وعن غيره أنه كل آباء نوح عليه السلام كانوا مؤمنين وعن ابن جبير قال لوالدي أي أنه أراد أباه وجده ومن من قال أراد أباه وأمه وذكر أسم أبوه وذكر أسم أمه وهذا كلام كثير في هذا وهذا لا يهمون التفصيل في بعض الإسرائيليات نعم قال اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة هنا لمن دخل بيتي مؤمنة أنه نوح عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى على أن يغفر أيضا لمن دخل بيته واختلف أهل التفسير في من هو المراد أو من المراد بالبيت يعني فهناك قول سأذكر ثلاث أقوال من عباس وقول رابع حقيقة يعني توارد عند أهل التفاسير كلهم ولم أجد من نسبه يعني سوى أنه قال حكاه الثعلبي الثعلبي عفوا لكن لم أجد منسوبا إلى قائل لكن ما بقي مفسرا إلا ذكره فقال أنه أراد بالبيت سفينتي أراد ببيتي سفينتي هناك دائما قصة هكذا إسرائيلية أنه إبليس يعني ركب في السفينة وأراد الدخول في السفينة حقيقة هذا يعني يرده كما قال المظهري في تفسيره قال وهذا غير جائز لأنه قال لمن دخل بيتي مؤمنا فحتى لو كانت المراد بالبيت السفينة فجعل القيد مؤمنا وثانيا قال الشياطين لا تحتاج إلى خشبة حتى تنجو من المياه فهم يغوصون في البحار كما ذكر الله عن قصة سيدنا سليمان كل بناء له وغواص فهم يغوصون ويسترقون السمع في الفضاء ويعني لهم قدرات وطاقات ما يحتاجون إلى خشبة حتى يعني ينجو إبليس من الغرق الذي عمى الدنيا على من قال بذلك على الخلاف الموجود قال إذن القول الأول قضية سفينتي وهذا كما قلت لم أجد له يعني من نسبه إلى قائل القول الثاني عبد العباس لمن دخل بيتي مؤمنا قال البيت هنا الدين لمن دخل ديني مؤمنا وهذا من باب الاستعارة كما يقال فسطاط الإسلام وقبة الدين والقبة والفسطاط تطلق على الدين فهنا البيت أراد به ديني من دخل ديني مؤمنا البعض سيقول إذا كان ليدخل في الدين هو مؤمن فما حاجة أن يقول مؤمنا مرة ثانية يعني هنا سيكون كأنه تكرار قال الإمام الرازي قال إنما أراد بيتي مؤمنا قال ربما يدخل في بيت نوح من يتظاهر بالإيمان وفي قلبه ليس هناك إيمان فأراد سيدنا نوح الدعاء للصادقين ممن دخلوا في بيته قال لمن دخل بيتي مؤمنا أي أدخل ديني وهو على الإيمان الكامل غير مناثق وغير مرتد ولا يخفي في قلبه ما لا يظهره هذا قول لابن عباس أيضا وطبع ذكره القشيل وذكره الثعلبي وذكره أيضا الماوردي نعم وكذلك هناك من قال أنه أراد ببيتي أراد أنه مسجدي ومصلاية وهذا أيضا يعني مروي عن جمع كبير من المفسرين قالوا أنه أراد من بيتي المصلى ومسجدي الذي كان كما ذكر كثير من أهل التفسير أنه كان مسجده في الكوفة دخل بيتي مؤمنا وهناك قالوا بيت نوح عليه السلام في الكوفة ثم انتقل على قول أنه قيل في دمشق ولكن الأرجح والظاهر من أقوال أهل التفسير أنه كان في الكوفة أراد بن بيتي مسجدي قال وذكر ابن كثير قال وهذا قريب من حديث الحسن الذي يقول أن النبي عليه السلام قال ما زالت الملائكة تستغفر للمصلي طالما يعني جالس في مصلى ما لم يحدث فكأنهم قالوا لمن دخل بيتي مؤمنا أراد به دخل مسجدي وصلى معي ولا شك أنه لا يدخل مصلاه إلا المؤمن التقي وهناك قول أيضا ثالث مروي عن ابن عباس قال ولمن دخل بيتي مؤمنا قال لمن دخل بيتي أخذ أراد يعني ابن عباس قال الظاهر أنه يدخل بيته ظاهر النص أنه أراد من دخل بيتي قال وذكر ابن كثير قال النبي عليه السلام قال يعني لا يدخل بيتك إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي فكأنه أراد من دخل بيتي مؤمنة على هذا المعنى قال الزبيدي في اتحاف السادة قال في شرح الحديث على قضية من دخل بيتي مؤمنا في قول في الحديث أنه لا يأكل طعامك إلا تقي لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي قال لأن المؤاكلة تورث المجانسة فعندما أنت تآكل غير المؤمن ربما تتأثر بشيء من طباعه وتتأثر فيه لأن المؤاكلة هي أقرب ما يكون إلى المخالطة والمجانسة هذا من رأي ومن وجه آخر كما ذكر الزبيدي أيضا قال لأنه أنت عندما تطعم التقي تعينه على تقواه وعندما تطعم العاصي تعينه على الفجور والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولذلك قال لمن دخل بيتي مؤمنة على أنه لا يدخل بيت الإنسان الصالح إلا مؤمن وكان كثير من الصالحين كان لا يعني ينتقي الفقراء الذين يطعمهم ويسعل عنهم ويسعل عن أصحاب الدين ويقول هذا أو لا حتى أنه ذكر هذا الأمر للجنيد أن رجلا لا يتصدق حتى يسعل عن حال الفقير فيعطي الفقير الذي يراه من أهل الإيمان وأهل الصلاح قال ذاك ولي أي هذا فعل الصالحين كأنه أشار بهذه المسألة أنه يعني فعل الصالحين هذا كما كان نوح عليه السلام يعني سأل المغفر لمن دخل بيته وجالسه وخالطه وهذه أيضا إشارة جميلة في قضية أنه يعني إدخال المؤمنين والصالحين والأتقياء البيوت لأنهم يطلعون على عورة البيوت ويطلعون على ما فيها ولذلك يعني النبي ذكر هذا الحديث وإن كان يعني قد يدخل بيتك غير المؤمن غير التقي كضيف أنت مجبر عليه فهذا لا يعني أنه إذا دخل بيتك غير التقي تخرجه إن جاء ضيفا أو جاء قاصدا أو جاء من مكان مقطوع به الطريق واستنجدك أو استجار بك أو نزل عندك فهذا الأمر ثاني لكن في قصد الإطعام لا تطعم إلا تقي ولا تخل بيتك إلا مؤمن كأنه هذا المعنى قال وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أي دعا لجميع المؤمنين من ويدخل في المؤمنين من أزواجه وأزواج أولاده وأزواجهم وأزواج المؤمنين الذي آمنوا معه والمؤمنات أيضا على هذا المعنى المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث دعا لهم ورتب الدعوة له لنفسه ولأقرب الناس إليه لوالديه ثم دعا لمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات قالوا ونوح عليه السلام كانت دعوته عامة أي دعا لكل مؤمن سيأتي من ذريته إلى يوم القيامة من سيأتي من من كان معه في السفينة كما قال وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ أي أنه ذرية نوح هي التي بقيت فقط دون البقية الثمانين الذين كما قال ابن عباس ما نزلوا هلأ أصابهم فماتوا جميعا بعد سنوات ولم يبقى إلا ذرية نوح عليه السلام ولذلك قال تعالى وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ وسنتكلم عن هذا بتفصيل أيضا في سورة يهود لكن دعا للمؤمين والمؤمنات وكانت دعوته على الكاثرين أيضا في قوله وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةَ أي أنه دعا لكل مؤمن ومؤمن إلى يوم القيامة ودعا على كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة كل من سيأتي بعده قال وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةَ لا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا هَلَاكًا يا رب لأن تبر بمعنى هلك قال وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَو تَتْبِيرًا قال إنه متبر ما هم فيه أي هالك في خسارة وفي فساد وهلاك وخسران وهذا قول من قول عن مجاهد ومن قول عن السدي وقتاد قال وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةَ أي يا رب لا تزد الظَّالِمِينَ إِلَّا هَلَاكًا لأنه إن لم يقدر يعني نوح على فعل شيء فلم يبقى إلا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على إهلاك الظلمة وإهلاك الكافرين والظالمين الذين يقفون عرضة في طريق الدعوة قال وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةَ هناك سؤال يطرح نفسه في الآية هناك الآية التي قبلها قال وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَةَ وهنا قال وَلَا تَزْدَ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةَ فما الحكمة من تغيير لفظ الضلال ولفظ التبار التي وردتها في الآية قال ابن زبيل غرناطي وكذلك من قبل إسكافي في درة التنزيل قال لما ذكر الآلهة قال وَلَا تَذْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذْرُنَّ وَدًّا وَلَا أَسْوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنِسْرًا وَقَدْ أَظَلُّوا كَثِيرًا فكان مناسبة ما فعله هؤلاء الأصنام في الإضلال الناس قال وَلَا تَذْرُدْ الظَّالِمِينَ إلا ظلالة فجاء الظلال مناسبا لما ذكر من قبله من الإضلال ولما كانت الآية التي بعدها وقال نوح من رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة كانت الدعوة بالهلاك أن لا تبقي أحد إلا أهلكته جاءت خاتمة الآية أيضا الآية التي بعدها قال وَلَا تَذْرُدْ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَ إِلَّا هَلَاكَ ولذلك تناسب ما بين خواتم الآيتين في ذكر الظلال بعد الظلال وذكر الهلاك بعد الهلاك فهذا يعني هنا تمت سورة نوح والحمد لله رب العالمين بقي لنا أن نذكر هكذا إشارة ذكرها الإمام الثعلبي وذكرها الإمام البغوي قال أن نوح عليه السلام كان هو أول نبي أرسل بشريعة وقد ذكرنا مثل هذا وهو أول من أغرق أغرق قومه أو أهلك قومه بدعوته وهو أول من دعى بدعوة عظيمة على أهل الأرض وكانت معجزة نوح عليه السلام ما تكلمنا عنها الجزئية معجزة نوح عليه السلام ماذا كانت معجزة نوح قال الإمام بن عطية والبغوي والثعلبي قال معجزة نوح عليه السلام كانت في نفسه بقي ألف سنة قال ألف سنة إلا خمسين عامل مع قومه قال فلم تشب له شعرة ولم يسقط له سن ولم يتجعد وجهه ولم تنقص قواه فكان معجزته في نفسه أي انظروا أنا عبد لهذا الإله العظيم فكيف أبقاني على هذه الصحة وهذا الشباب طول هذه الفترة وهذا ليس ببعيد وليس بغريب فإبليس يعني بقي أزمانا طويلة وسنوات عديدة بقي على حاله كلما يكبر يرجعه الله سبحانه وتعالى حتى يثبت عليه المحنة ويثبت عليه الحجة ولا ضير أن الله يكرم بعض عباده مثل هذا فكانت وجعل ذرية نوح عليه السلام هم الباقين وهذا أيضا إكرام لنوح عليه السلام نكتفي بهذا القدر على أنه إن شاء الله نتكلم عن سفينة نوح ومرساها وكم كان معه وأين نزلوا وأين كانوا في سورة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة